ارتفاع تدريجي ومستمر لأعدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق فبعدما كانت الأعداد لا تتجاوز الفئة المئوية أصبحت اليوم تسجل بالآلاف حيث سجلت وزارة الصحة عدد الإصابات لليوم الثاني والعشرين من آب ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسا وستين إصابة هذه الأرقام كلها مؤشرات على عدم التزام المواطن بالإرشادات الصحية التي تطلقها خلية الأزمة ووزارة الصحة لأكون المسؤول الأول والأساسي هو المواطن ذاته فلعل فيهما مصطلح التعيوش مع الوباء بصورة خاطئة هو أحد الأسباب الرئيسية في تفشي هذا الوباء الخطير بصورة كبيرة بين المواطنين فالأغلبية اليوم تسير في الشوارع والأسواق والمراكز المزلحمة دون ارتداء الكمامات والقفازات الطبية الأمر الذي يحفز الفيروس ويساعده على الانتشار بصورة واسعة كما يحدث في هذه الفترة على وجه الخصوص هذا المؤشر الخطير في ارتفاع أعداد الإصابات قد يأخذ خلية الأزمة لإعادة النظر في قرار تقليص ساعات الحظرة فقرارها الأخير كان بتقليصه إلى سبع ساعات يوميا على مدار الأسبوع هو محاولة لتقاسم المسؤولية مع المواطني وأيضا إعادة جزء من الحياة إلى طبيعتها بعدما توقفت لأشهر طوال إلا أن الوضع لو استمر على هذه الحالة فقد تتوقف الحياة من جديد من بغداد محمد فراس قناة التغيير